موسيقى 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 علقت جبات البوليثار الانفثالية على البيان المشتركة الثادر عن منظمة الاتحاد الافريقية والأمم المتحدة بقلق كبير معبرة أن كل ما جاء في البيانة لا يمكن أن يكون خارج ممارثتها وتأكيد على المشاركة بشروط في العملية الثياسية وعقب اختتام اجتماع اللجنة الافريقية الأممية المشتركة في العاصمة الاتيوبية أصدرت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقية بيانا مشتركا على أن المواتق الدولية والقرارات يجب أن تطبق على ملف الثحراء دون شروط مسبقة من أي طرف وهو ما رفضته البوليثاريو في بيانها وكان قد تطرق البيان بشكل موثع إلى ضرورة تعيين شخصية جديدة كمبعوت أممي في الثحراء يكون دات توافق من جميع أطراف النزاع وختم البيان كذلك على تأكيد لضرورة انخراط جميع أطراف النزاع في الثحراء بالإضافة إلى منظمة الاتحاد الافريقية والأممي على بدل جهود إضافية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المستمر لقرابة نثف قرنة إذا تمت بالفعل زيارة الملك محمد الثالث إلى مصر كما هو مرتب الله فستكون زيارة تاريخية بكل المقاييث فالملك لم يزور أرض الكنانة منذ أزيد من عقد ونصف من الزمن أي منذ عهد الرئيس السابق محمد حسن مبارك عندما كان في أوجي قوته آخر التطورات تؤكد أن استعدادات جارية بكل من الرباط والقاهرة تحضيرا لزيارة مرتقبة من الملك إلى بلاد الفراعين سواء على المستوى الديبلوماسي أو البروتوكولية وسيكون اللقاء بين محمد الثالث وعبد الفتاح السيسي هو الأول من نوعه منذ تقلد الأخير لذمام الحكم في مصر بعد الإطاحة بثلفه الراحل محمد مرثي وشهدت العلاقات بين البلدين منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر الكثير من الهذات العنيفة وأحيانا بعض الارتدادات البسيطة ولو أنها لم تصل إلى درجة القطيع أو الأزمة الديبلوماسية غير أن تجلياتها انعكثت بشكل واضح للعيانة في الإعلام والدراما في مصر إلى درجة أن قنوات مصرية بثت تقارير تمجد فيها البوليثاريو وأفلاما تربط المغربيات بالسحر والشعودة مما جعل القناة المغربية الثانية بدورها قبل أربع سنوات تصف في أحد تقاريرها عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإنقلابية قبل أن يتم احتواء الأمور بين البلدين ويتم طيو صفحات الخلافة وعلى مدى الخمس سنوات الماضية سبق لمحمد الثالث وعبد الفتاح السيسي أن تبادل مجموعة من برقيات المجاملة في الكثير من المناسبات كما سبق لهما على الأقل مرة واحدة أن تواصلها هاتفيا في شهر يناير من العام 2015 بحسب ما ذكروا حينها بلاغ للذوان الملكية كما تم الإعداد في أكثر من مناثبات لذيارة ملكية إلى القاهرة غير أنه كان يتم تأجيلها أو إلغاؤها إلى أجل غير مسمى كشفت وثايل أعلام جزائرية قيام عبد المجيد تبون رئيس الجزائر بتمويل عصابة البوليساريو بأذياد من 550 مليون دولار رغم الحال الاقتصادية المذرية للبلاد بسبب الفساد المالي والإذارية الذي استشر في مفاصل الدولة وزادته حدته مع الأنظمة العسكرية التي بسطت يدها على البلاد ووفق ما جاء في موقع الجزائر تايمز فإن ضخ 550 مليون دولار في خزانة عصابة البوليساريو يأتي في الثياق تمويل عملية الأشغال الكبرى بالمنطقة العازلة فاريتي ومدها بالبنية التحتية اللازمة عبر الربط بقنوات الثرف الصحية والماء الصالح للشرب والكهرباء وطريق الربط البرية لإنشاء هيكل ستكون مقرات إذارية وأخرى مثاكل الجبل انفصالية ويتضح أن هذه الخطوة التي قام بها جنرالات الجزائر المتمثلة في تمويل مشاريع إعمار بمنطقة تيفاريتي المشمولة بوقف إطلاق النار تعبر عن مدى حقن هذا النظام العسكري الذي لم يستثغي ما حققه المغرب من مكاثب ديبلوماسية قوية تمثلت في انفتاح المملكة على الدول الإفريقية سياسيا واقتصاديا وذلك بعد افتتاح بعض الدول الإفريقية لقنصلياتنا بالأقاليم الجنوبية المغربية في كل من العيون والداخل وجدير بالذكر أن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الجزائر والبوليساريو بمنطقة تيفاريتي منتهكة لاتفاقية وقف إطلاق النار بذات المنطقة العازلة التي وفق عليها المغرب يوم السادي الشتنبر سنة 1991 ليطرح السؤال أين المينورثو من هذه التحركات التي تقوم بها الجزائر من أجل إعمار المنطقة العازلة بالبوليساريو الانفصالية يشارك المغرب في فلنت لوك 2020 وهو تدريب عسكرية بقيادة إفريقية وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها من الغرب وإفريقيا ويقام في مواقع متعددة في موريطانيا والسنغال من الثابع عشر إلى الثامن والعشرين فبراير 2020 وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن حوالي ألف وستمائة عضو في الخدمة من أكثر من ثلاثين دولة إفريقية وشريكة سيشاركون في الفلنت لوك وأضف المصدر أنه تم تصميم التمرين لتعذيذ قدرة الدول الشريكة الرئيسة في المنطقة على حماية حدودها وتوفير الأمن للشعوبها ومواجهة جماعات التطرف العنيفة ووفقا للمصدر نفسي تشمل الدول الإفريقية المشاركة كل من بنين وبركنافاث والكاميرونة والشاد والرأس الأخضر وكوديفوارة وغانا وغينيا ومالي ومريتانيا والمغرب والنيجر والنيجيريا والسنغالة والطوق فيما ستغيب الجزائر عن هذه المناورات العسكرية ومن بين الشركاء الدوليين في التمرين إلى جانب الولايات المتحدة تشارك النمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وجمهورية تشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والبولندا والبرتغال وإسبانيا ويعد تدريب فلينت لوكا الذي يقام منذ 2005 أكبر تدريب سنوية لقوات أفريكوم وهو بحسب الخارجية الأمريكية يهدف إلى تعزيز الشراكات بين قوات العمليات الخاصة الأفريقية والولايات المتحدة ووكالات إنفاذ القانون مما يزيد من قدرتهم على العمل الثوين خلال العمليات المتعددات الجنسية والاستجابة للأذمات قال خالد الناصر يستفر المغربي في العاصمة الأردنية عمان إن قضية المغرب الأولى الأساسية هي قضية الصحراء المغربية داعيا وسائل الإعلام الأردنية إلى تناول قضية الصحراء المغربية بشكل واسع حيث أشار في هذا الصياق إلى أن قضية الصحراء هي مسألة استكمال الوحدة الوطنية للمملكة المغربية حسب ما أفادته وكالة الأنباء الأردنية وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الناصر حتى منصات الإعلام الأردنية على تسليط الضوء على المنظور القانوني لقضية الصحراء المغربية والصياق التاريخي المتعلق بها خاصة بعد الاعتراف الأممي بالثيادة المغربية على كافة أراضيها وأكد خالد الناصر وفق ذات المصدر على أن المغرب يدعم الأردن في مواقفه السياسية المختلفة لا سيما قضية فلسطين والقدس والتي تعد من القضايا الأبرز في المغرب معتبرا أن القضية الأولى للدبلوماسية المغربية هي قضية الصحراء المغربية واعتبر الناصر أن افتتاح عدد من البلدان الإفريقية قنصليات عامة لها بمدينة العيون هو اعتراف صريح بمغربية الصحراء مؤكدا على أن هناك دولا أخرى ستعلن قريبا عن افتتاح قنصليات عامة بمدينة الصحراء المغربية واعتمن الناصر وفق وكالة بطرا موقف الأردن الداعي لحل قضية الصحراء المغربية بما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفق مبادرة الحكم الداتية الذي أطلقها المغرب والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمنة دات الصلة ترجمة نانسي قنصليات عامة